من طرابلس الليبية ينضم إلينا أسعد زهيوي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أهلا بك سيد أسعد هل نقدر الآن نقول أن التوافق المصري التركي سيرين أو يظهر للعلن إجراء انتخابات ليبيا عام 2024 أهلا وسهلا بك لك التحية ولقناتكم وللمشاهدين أينما كانوا هو ما في ذلك شك أن هذا التقارب سيرمي بظلاله على الأزمة الليبية الممتدة اليوم زهاء الثلاثة عشر سنة تقريبا إن صح التعبير منذ 2011 التي بدأت الملامح لانقسام فيها منذ عام 2014 فأنا في تصوري بأن هذا اللقاء وهذا التقارب المصري التركي لما لهم من تأثير أو لما للدولتين من تأثير كبير جدا وانخيلات واسع في الشأن الليبي وكذلك تأثير الدولتين في المنطقة أتصور بأن هذا التقارب سيكون مساحة جيدة للأزمة الليبية بأن ترم فراجة أنا لا أريد أن أكون حالة حالمة وعاطفية وأذهب باتجاه الحديث على أن هذا العام سيكون عام الانتخابات وما إلى ذلك لأن في تصوري بأن مسألة الترتيبات للانتخابات تتطلب جهود كبيرة جدا إضافة إلى هذا التقارب انعكس على الأزمة الليبية بشكل إيجابي لكن أنا في اعتقادي أن مسألة الذهاب للانتخابات تحتاج إلى تهيئة كبيرة جدا وسط حالة من الانقسامات وسط فقدان لاتقام بين أطراف الصراع الموجودة في ليبيا وسط مشاكل مرحلة أو نقاط خلافية لازالت مرحلة هي في تصوري من عرق الانتخابات الـ 21 و 24 ديسمبر وهي التي من الممكن أن تعرق لأي انتخابات أخرى قادمة نتيجة لمسألة فقدان الاتقام بين أطراف الصراع في ليبيا وبالتالي أنا في اعتقادي أن هذا التقارب هو إيجابي ما في ذلك أشك إيجابي لعديد من الأسباب يعني إن سمحت لي سأقول بأنه إيجابي أولا حتى في إطار العام بأن هتان الدولتان الإسلاميتان الكبرى يعني من المهم حتى لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية والعربية أن تكون بينهما علاقة إيجابية وطيبة هذا على المستوى العام على المستوى الليبي في أقل مستوياته يمكن أن نتفعل بهذا اللقاء أو بهذا التقارب بأنه أبعد شبح الحرب بصراحة يعني لأن لن تسمح تركيا أو القاهرة بعد هذا التقارب الذي نتمنى له أن يتم استثماره بالشكل الإيجابي وأن يتطور في قادم الأيام لن تسمح بنشوب حرب كبرى على غرار حرب 4 أو على خرار حرب 2014 مسألة المناوشات ما بين المجموعات وتشكيلات مسلحة قائمة وستظل إلى أن تنتهي أو يتم الإزدال الاستطار على الأزمة بشكل عام لكن أنا في اعتقادي مسألة معركة كبرى بالمعنى الدقيق لها أعتقد أنها اليوم أصبحت من الماضي وهذا مفيد وإيجابي على الأزمة الليبية بقى اليوم أن تلعب القاهرة وأنقرة دور ابقى معي الحدث في مكانك رصدت أرى الشارع الليبي وكيف ينظر لهذا التقارب المصري التركي كان هناك ربما تفاؤل نسمعه معك لو سمحت أعتقد أن الوقت باتها مناسبا لحل الأزمة الليبية خصوصا بعد التقارب المصري التركي ستعمل هذه الدولتين بحكم أن أحدهما دولة الجوار والأخرى دولة طوق ستعمل دولتين في نطاق ليبيا لعمل استقرار نسبي لحكومة أعتقد أن سنذهب إلى حكومة موحدة ليبيين يجب أن يجلسوا لوحدهم ليبيين ليبيين فقط مصر وتركيا طرفين من أطرف رئيسية في التحاور الليبي الليبي القطبين المصري والتركي كانوا يقفون في اتجاهين معاكسين تماما شعبنا يعني ليبيا دائما عندهم متحسس من الأطراف التي كانت ربما يوما ما لها دور مع أحد الطرفين فأعتقد أن تركيا لو كانت مرغوبة من طرف حتكون مرفوضة ربما من طرف آخر هذا التقارب خلق نوع آخر من السياسة وهي توحيد النظر الاقتصادية داخل ليبيا فأعتقد أنها حتكون من صرح الدولة الليبية هذا التقارب الأخير لو تصفى النوايا ويكون الحل ليبي ليبي ولعل الأيام القادمة حبنا ببعض المفاجآت يكونوا على قلب واحد حكومة تكون مسيطرة بالكامل على التراب الشعب الليبي طيب سيد أسعد سمعنا رأي الشارع الليبي متفائلين الشعب الليبي سواء في طرابلس الغرب أو في بنغازي الشرق هنا من سيغير بوصلته ليبيا أو عفوا تركيا أم مصر تجاه ليبيا؟ من سيتنازل؟ قد لا يكون هناك تنازل بالمعنى الدقيق بصراحة لأن أعتقد أن الحالة السياسية بشكل عام تحسب بالنقاط وليست بالضرب القادية ولكن أنا في اعتقادي بالإمكان أن يتم الالتقاء حول مشتركات اليوم لا يوجد ذلك شك أن هناك دعوة ملحة للذهاب للانتخابات وأيضا هناك وعي كبير جدا لدى الأطراف الليبية ولدى النخب السياسية في ليبيا ولدى حتى بعض الأطراف الدولية المخلطة في شأن الليبي بأن الذهاب إلى الانتخابات يتطلب تهيط الظروف وبالتالي حتى لا نقع في نفس الإشكال الأول الذي استضم بإشكاليات حالة دون إجراء الانتخابات وبددت أحلام وتطلعات الشعب الليبي في عام 2021 بإجراء الانتخابات أتصور بأنه من المهم اليوم إزالة كل هذه المفاعل وهذه المفقخات في طريق الانتخابات حتى نصل إلى انتخابات وطنية يشارك فيها الجميع بضمانات قبول بالنتائج فبالتالي من ضمن هذه المتطلبات أتصور هو الاتفاق النهائي على نعم ولكن سيد أسعد تحدث عن الانتخابات تحدث عن الانتخابات مثل الانتخاب بشكل دقيق أو الدولية تريد انتخابات هنا السؤال الخلافات بين معسكر الشرق هنا الخلافات الداخلية بين معسكر الشرق والغرب الليبي دائما ما لديها خطط تفشل هذه الانتخابات نعم نحن اليوم في تصوري نحن محتاجين أولا الاتفاق على قواعد العملية الانتخابية وهذا بالإمكان من خلال منتجات لجنة 6 زايد 6 وأيضا من خلال إمكانية تطوير هذه المخرجات مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبداها السيد باتيلي والأمم المتحدة فيما يخص أربع أو خمس نقاط تحتاج إلى المناقشات ومعالجتها وهذا بالإمكان أيضا النقطة الأساسية في تصوري وهي المعضلة اليوم مسألة الحكومة نحن اليوم لدينا حكومتين ونتصور بأنه لا يوجد إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين وبالتالي أيضا نعتقد ويعتقد معنا طرف أو جزء كبير من العالم أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود إحدى هاتين الحكومتين حتى في حالة الدمج لأن لدينا سابقة وهي الـ 21 ولدينا في ذلك الوقت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سيد المهندس عبد الحميد دبيبة ولم تجرى الانتخابات وكثير من أصابع الاتهام تتجه نحو الحكومة حتى وإن لم تكن بشكل مباشر فبالتالي نعتقد اليوم نحن محتاجين إلى حكومة جديدة وهذا ما بدأ العالم اليوم يتناوله في إحاطة مبعوط الأمم في التصريحات الدولية وبالتالي قد يكون من المفيد اليوم أن نذهب بهذا الاتجاه تركيا والقاهرة أو أنقرة والقاهرة باستطاعتهم التوافق على إمكانية تشكيل حكومة جديدة موحدة مهمتها بالأساس هو التهاب إلى الانتخابات والإشارة العالمية الانتخابية بعد التوافق النهائي على متطلبات الانتخابات بما في ذلك القبول بالنتائج وبما في ذلك النقاط التي هي معلقة وقد تكون نقاط خلافية لازال بعضها وبالتالي بالإمكان الاتفاق عليها نعتقد أن إضافة للانخراط المصري التركي في الأزمة الليبية وتفاعلهم الآن هناك تفاعل دولي آخر من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متزايد هناك تفاعل دولي آخر من فرنسا بشكل متزايد ورأينا الجولة الدبلوماسية التي أجرتها فرنسا خلال الأيام الماضية وأيضا استضافتها للعديد من الشخصيات الليبية في باريس لمشاورات حول مبادرة من الممكن أن تطرح وأيضا هناك تفاعل أممي نوها عنه السيد باتيلي في إحاطاته الأخيرة يوم أو الأمس فبالتالي أنا نعتقد أن هناك تفاعل دولي إضافة لأنقرة والقاهرة طيب سيد أسعد الدول الإقليمية والعالم الدولي أيضا ما هو شكل الحكومة التي يريدها هل تعتقد أن الدبيبة سيتنازل عن السلطة وهو يكرر دوما أنه لن يترك الكرسي إلا بانتخابات وقوانين الانتخابات هي غير مفاعلة ودوما ما تفشلها الأطراف الليبية وأيضا هل مصر ستقبل أو تعترف يوما بحكومة الدبيبة ما هو شكل الحكومة الجديدة من سيرأسها هو عمليا اليوم عمليا اليوم مصر ضمن المظلة الدولية وليست خارج الإطار الدولي وبالتالي مصر عمليا تعترف بحكومة الوحدة الوطنية حتى أن ممتل ليبيا في جمهورية مصر كسفارة هي التي تمتل وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة لأن هذا المعترف بها دوليا حتى هذه اللحظة على الرغم من موقف مصر المعروف لديكم ولدينا ولدى الجميع حيال هذه الحكومة لكن أنا في اعتقادي أن مسألة عبد الحميد الدبيبة عندما جاء إلى السلطة في الخامس من فبراير 2021 لم يكن طرفا من أطراف الصراع وبالتالي جاء كحالة توافق تمت من قبل لجلة الـ 75 لجلة الحوار أنا في اعتقادي اليوم بغض النظر على ما يرفع من شعارات من هذه الحكومة أو من غيرها هناك حراك واسع اليوم نشاهده وهذا الحراك في تزايد مستمر في مدينة مصراتة حاضنة الحاضنة الاجتماعية للمهندس عبد الحميد بدأ هناك حراك كبير جدا وتلاحظونه يطالب بضرورة تغيير الحكومة وإجراء الانتخابات من خلال حكومة موحدة هذا الحراك انتشر حتى وصل إلى طرابلس وإلى الزاوية وإلى الزنتان يوم أمس يعني مدينة الزنتان يوم أمس أعلنت بيان أنا في تصوري هو أكثر بيان حاد منذ نشوب هذه الخلافات بينهم وبين حكومة وحدة وطنية حيث قال بيانهم صراحة أننا لن نعترف بحكومة الوحدة الوطنية بعد اليوم وبالتالي هذا التطور حتى مسألة الحراك الذي في طرابلس يعني بصراحة نحن رأينا رئيس الحكومة يوم أمس عقب صلاة الجمعة وهو يتحاور مع مجموعة من الشباب في ميدان الجزائر هذا الحوار كان حاد شوية لم يكن موجود في وقت سابق أنا في اعتقادي أن المهندس عبد الحميد بغض النظر على ما يرفعه من شعارات اليوم بأنه لن يسلم إلا لحكومة منتخبة وما إلى ذلك إذا تم التوافق ما بين الأطراف الدولية وما بين الأطراف المحلية بشيء نطاق واسع لتشكيل حكومة تجري الانتخابات سيقبل كما قبل المهندس فايز سراج من قبل وسلم السلطة من الترابلس كنت معي أسعد إزهي ورئيس الهيئة التأسيسية لحزبة الجمعة الوطنية